كل الأحوال النادي الأهلي بيأمل في حرص الاتحاد الأفريقي على عدم تعطيل العدالة وبينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية عشان يتم الفصل في هذا الأمر وتتحقق العدالة الناجزة طبعا قرار النادي الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية جاء بعد أن رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه يعني مش عارفين الحجاية اللي عاملت تاني على التوالي دي مش أول مرة قد يترتب عليه منح أحد الفرق الأفضلية فكرة أن فيه فريق من الفريقين اللي حيوصلوا للنهائي حيلعب بقريحية في أرضه على ملعبه وسط جماهيره على حساب الفريق المنافس ففضلا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى الموضوع مش مجرد بس كده ده فيه تفاصيل تانية كتير على كل الأحوال كمان يعني الكاف أسند أو استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه ده في حد ذاته أمر غريب طب هو الموضوع على فكرة برضو مش هيقف عند هنا الاتحاد المصري لكرة القدم كمان أرسل خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لتأكيد طلبه بالخطابات العديدة هذا المرسلة سابقا للاتحاد الأفريقي بإقامة المباراة النهائية لبطول الدوري أبطال الأفريقية على ملعب محايد أهو عما ينقرر كلامناه لأن أعتقد من حقنا جدا ومن الظلم أن ده ما يتمش تاني بعد إعلان الكاف إقامتها يوم 30 مايو برضو التوقيتات احنا كلمنا فيها إمبارح باستاذ محمد الخامس بيئ المغرب شدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه على رفضه التام لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال الأفريقية النسخة الحالية بالمغرب لا سيما وأن هذا القرار بيدر بمبدأ تكافؤ الفرص بعدما اقترب فريق الأهلي والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية وهو ما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الكاف بدرورة الالتزام به في خطابين سابقين قبل كده وإحنا عرضناهم حضرتكم وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه الكامل للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في مطلبه زي مثال عنه العادل والمشروع وحقه كمان الأصيل في إقامة المباراة على ملعب محايد احتراما لقواعد اللعب النظيف وهو ده اللي احنا أكدنا عليه فيه خلال الأسبوع ده كله على إقامة أهلي ويمكن كمان قنوات أخرى تحدثت عن هذا الموضوع لانت بتتكلم بشكل فار ما بتسانيتش نادي بعينه أو يعني فريق بعينه وانت بتتكلم فيه مبدأ اللا منطق هو السائد في هذا الموضوع فعلا على كل حال خلينا ننتظر زي ما احنا قلنا ولان احنا بنتكلم على اتخاذ هنا أو فيه يعني رغبة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيد كمان في حين ان احنا ما قدرناش نحن نحافظ على حقوقنا وانحنا منتكلم هنا على حق النادي الأهلي فبرضو هنرجع نقول تاني الفترة اللي جاية هي اللي حتبين اللي حيحصل صحيح حفظ